سؤال الأول في هذه الحلقة حول صلاة الجمعة قبل الزوال قبل دخول وقت الظهر عندما تقتضي حاجة المقيمين خارج بلاد الإسلام المغتربين بسبب ظروف العمل ونحوه إلى تقديم الجمعة عن الزوال قليلا الجواب عن هذا أن صلاة الجمعة قبل الزوال موضع نظر عند أهل العلم الجمهور على منعها والحنابلة على جوازها ومن أدلة الجمهور على كون الجمعة لا تكون إلا بعد الزوال ما جاء في حديث سلم بن الأكوع يقول كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع نتتبع الفي أيضا حديث البخاري عن أنس بن مالج أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل الجمعة حين تميل الشمس أي بعد الزوال ومن أدلة الحنابلة على جوازها قبل الزوال ما رواه مسلم عن أبي جعفر الباقر أنه سأل جابر ابن عبد الله متى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصل الجمعة فقال كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس كان يصلي ثم نذهب إلى جمالنا فنريحها حين تزول الشمس المسألة إذن في محل الاجتهاد ويجمع بين الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها بعد الزوال أكثر الأحيان ويصليها قبل الزوال قريبا منه أحيانا أخرى فلا حرج إذن في صلاتها قبل الزوال للحاجة ولا سيما مع العذر وهذا هو اختيار مجمع فقاء الشريعة بأمريكا جاء في قرار المجمع إذا دعت الضرورة أو اقتضت الحاجة تقديم صلاة الجمعة أو خضبتها قبل الزوال جاز ذلك عملا بما ذهب إلى إمام أحمد وهو نفس ما أفتد به اللن يتدامة للإفتاء ببلاده الحرمي يعني لهم فتوى في هذا طويل يقولون في نهايتها الأولى أن تصلى بعد الزوال رعاية للأكثر من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وخروجا من الخلاف وهذا مما يدل على أن المسألة اجتهادية وأن فيها ساعة فمن صلى قبل الزوال قريبا منه فصلاته صحيحة إن شاء الله ولا سيما مع العذر كالعذر الذي ذكره السائل